السلام عليكم ماجد المصري معرفش ان الطرين دعيبه في الخليج قال الفنان ماجد المصري انه لم يتمكن من مشاهدة مسلسلات الرمضان 2024 بسبب ارتباطه بتصوير مسلسل زوجة واحدة لا تكفي واضاف خلال لقاء لبرنامج ليالتا المذاع عبر فضائية تن مساء الخميس انه عاد الى مصر يوم 21 رمضان قائلا انه تابع القليل من مسلسلات عشها لشقة وخالد نورا وولده نورا خالد والكبير اوي والعتاولة مع اولاده واشار الى ان الجمهور في دول الخليج كان مهتما بمتابعة العتاولة والجزء الرابع من المدح خلال شهر الرمضان وبساله عن الطرين دعيبه عقبا معرفش انه عيبه في الخليج المشاهد الخليجي يراقي وينتقي المسلسلات التي يشاهدها وتيريند اصبح في كل مكان واكد انه لا يهتم بتيريند لكنه اكد ان مسلسله احتل المرتبة الاولى في الخليج مضيفا كان توب وان على الخليج كله وفي مصر في ناسكة ارشافت المسلسل وكان مسلسل زوجة واحدة لا تكفي قد اثار جدلا في الكوية منذ عرض اولى حلقاته بسبب ما اعتبره البعض اساءة للمجتمع الكويتي وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة زوجيات والعلاقات الاسرية ويتطرق المسلسل لمواضيع متعلقة بالعلاقات الزوجيات والعائلية مع التركيز على بعض القضايا مثل الخيانة الزوجيات والعلاقات الاجتماعيات المعقدة في المجتمع الكويتي وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم